إذن الدولة الأموية هي فعلا التي أسست شكل الحكم الإسلامي أو الذي اكتسب وهما صفة الإسلامي هي دولة حكم الوراثة بعدما كان الحكم تداوليا بين الخلفاء الراشدين هي التي نقلت العاصمة من المدينة المنورة إلى دمشق ومن يومها لم تعد مكة أو المدينة عنوانا للحكم أو الخلافة في أي عصر باستثناء دولة الزبير أو عبدالله بن الزبير اللي استمرت قرابة حقبة من الزمن بل الأمويون هم الذين قذفوا وقسفوا الكعبة نفسها وهدموها على رأس معارضيهم الذين احتموا بها وهم الذين بدأوا أول صلب لمعارضيهم بعد قتلهم يعني هم الذين بدأوا الاغتيال السياسي والصلب كمان فالدولة الأموية هي كذلك دولة صناعة الاستبداد ومنحه قداسة وهي التي طاردت معارضيها واتهدتهم وتسببت في ظهور مذاهب كثيرة ودويلات كثيرة فيما بعد لكنها أيضا الدولة التي وطدت دعائم الدولة الإسلامية ونشرت الإسلام في شتى أرجاء الدنيا وجعلته عالميا دينا عالميا وبدأ الخلفاء خلالها في تعريب الدواويين بعد أن كانت فارسية وبيزنطينية ونستطيع أن نؤرخ لبزوغ الحضارة العربية من عند الأمويين هذا أمر لا بد أن نعيه لهم وعليهم فيهم ومنهم فعلوا وأقدموا وشوهوا وأفسدوا